اكثر من 12 ألف كيلومتر من السكك الحديدية على المدى المتوسط هو برنامج استراتيجي جاري العمل عليه لربط كل جهات الوطن خصوصا الجنوب الكبير ومنه بعض الدول الإفريقية فالنقل بسكك الحديدية يعتبر عاملا مهما في الحركية الاقتصادية وولوج السوق الإفريقية يوم رأينا استغلوه ربع الفين كيلومتر ان شاء الله في أواخر الفين وربع واشهين ان شاء الله نسلمو الفين وثلاثمائة بنوصلوه ستة الف وخمسمائة كيلومتر وعلى المدى المتوسط 12 الف وخمسمائة وزيادة على برنامج الجنوب الكبير وكذلك له ربط دولي فيما يخص الشمال الجنوب وان شاء الله لإفريقيا تلبية حاجيات نقل المسافرين والبضائع والاستجابة لمتطلبات المتعاملين الاقتصاديين كلها عوامل دفعت السلطات العمومية لرصد إمكانيات مالية معتبرة لتحقيق مختلف برامج توسعة وعصرنة شبكة السكك الحديدية المنتشرة عبر الوطن عدت الشركة الوطالية للنقل بالسكك الحديدية العيس انتياف برنامج واسع للنطاق يتضمن إعادة تأهيل وتجديد عربات القطارات على مستوى ورشاتها بكفاءات جزائرية من جهة واقتناء عتاد جر ونقل جديد من جهات أخرى قصد تعزيز حظيرتها وتحسين خدماتها وبالتالي رفع حصتها من النقل في المادة القريب إلى 17 مليون طون من البضائع و6 مليون مسافر سنويا بما سيسمحه بدون شكل من فكر الخناق على الطرقات النقل بسكك الحديدية أحد عوامل دفع الحركية الاقتصادية وتشجيع المستثمرين على تحقيق مشاريعهم في مختلف مناطق الوطن هذا المجال يحظى بأهمية قصوى لدوره في دعم التنمية المحلية ودعم الصادرات خارج المحروقات